وعموماً للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة كوتي أهلا وسهلا بك رائد طبعاً الحديث سيكون فقط عن الانتخابات ونتأجها وتأثير ذلك على الأسواق هناك يعني عوامل مختلفة والسياسات مختلفة قد تؤثر أو قد على الاقتصاد سلباً أو إيجاباً بالنسبة للطرفين الأسواق ماذا تفضل؟ حقيقة دليل الأسواق حالياً في مرحلة التأخب واضح ونرى ذلك من خلال معرفة من هو الرئيس القادم ليعود المستثمرين للتمركز حقيقة مرة أخرى في الأسواق نعلم تماماً أن الأسواق مغلقة بمناسبة الانتخابات ولكن افتتاحات الأسواق أعتقد سوف تكون فيها تأرجح تاريخياً نعرف تماماً أن الأسواق الأمريكية تهلل للرئيس الجديد وبالتالي يكون هناك بعض الارتفاعات الواضحة لكن إذا ما كان هناك مخاض طويل نسبياً لاختيار الرئيس أو طالت عملية الانتخابات أو هناك عرقلة في سير عملية الانتخابات بلا شك سوف يفجر ذلك حفيظة المستثمرين ويوجههم نحو ملاذات آمنة بشكل مباشر وربما ذلك قد يؤثر سلباً على أداء الأسواق حقيقةً يعني المرحلة التي يمر فيها الاقتصاد الأمريكي حالياً مرحلة انتقالية نحن نعرف تماماً أنه بدأ يغير بسياسة النقدية وكذلك الأمر المحاولة لتحقيق الهبوط الناعم بالاقتصاد بالتالي هل سيعود التضخم إلى المشهد؟ شفنا القراءات الأخيرة نوعاً مع التضخم عادة مرة أخرى للارتفاعات عامل مهمة يمكن أن تتغير بشكل كبير جداً مع اختيار الرئيس الجديد يعني تعتقد بأنه الموضوع خفض الفائدة القادم والذي كان متوقعاً يعني ممكن أن يتغير بلا شك ربما بشكل كبير جداً أن يكون في عنا تأخير بهذه العملية طيب بالنسبة للتعريفات الجمركية هل تعتقد أنها ستهدد أسهم الأسواق الناشئة؟ بشكل كبير جداً ربما فوز درامب يعود بسياسات الحمائية ويؤثر بشكل كبير على التعريفات الجمركية بارتفاع حيزيد من تكلفة الواردات وسوف يكون هناك ضغط إضافي على قطاع التكنولوجيا الذي هو مرتبط أكثر مع التجارة الخارجية ويتأثر ويؤثر بشكل كبير جداً بالعلاقات التجارية فيما إذا كان هناك التبادل للرفع الرسوم التجارية فمن الشريحة الأكبر من الشركات الناشئة هي في قطاع التكنولوجيا تحديداً وثورة الأي آي شفناها بالآوينة الأخيرة وبالتالي ربما قد تتعرض لضغوط شديدة في الفترة القادمة أو على الأقل هذا ما يمكن فهمه من حركة الأسواق والمستثمرين في الأسواق حالياً رائد إذا انتقلنا إلى الذهب يعني نرى انخفاض مع تحرك بحذر شديد رغم أنه دولور متراجع ما رأيك وما قراءتك للفترة القادمة؟ نحن نرى الذهب حقق ارتفاعات بما يفوق 30% خلال هذا العام فقط عملية التصحيح والتراجع هي عملية نوعاً ما في نقول عنها healthy حتى إذا بدوا ما يعود للارتفاعات مرة أخرى ولكن نحن نعلم تماماً أن الأسعار الحالية هي أسعار مرتفعة للذهب قد تهدد المستثمرين الذين يرغبون بالأمان نسبياً الذهب عند مستويات مرتفعة بشكل كبير جداً فبالتالي ليس أماناً التوجه نحو الذهب في الوقت الحالي ربما يكون هناك ملاذات أخرى يتجه إليها بعد ما يتم الاختيار الرئيس سوف نرى مجرى ومسار الدولار الأمريكي ومن ثم يمكن تحديد مصير الذهب بالفترة القادمة الصين عم تبيع بشكل واضح في الأسواق وربما ذلك سبب رئيسي بتراجعات الذهب الأخيرة اللي شفناها من عند 88 وصلنا حالياً داولنا عند 26 أو 22 وصل إلى مبارح 722 ولكن بقانا فوق مستويات الـ 2700 دولار للأنصة لا يزال يرجح الارتفاعات طيب بالنسبة للسندات سريعاً رائد هل تعتقد أن هناك سيكون تضخم معروض من السندات خاصة هناك توقعات بتحفيز مالي يعني التمويل عبر السندات للإنفاق الحكومي أعتقد هذا ضمن برنامج كلا المرشحين وذلك سوف يزيد من مديونية الولايات المتحدة الأمريكية ويخفض من الجودة الاقتمانية ونعود مرة أخرى في هذه الدوامة بشكل مباشر أداء السندات إجمالاً حول العالم أصبح أقل جاذبية للمستثمرين عم نشوف تكوين المحافظة الاستثمارية أكثر يتجنح والأسهم والرغبة بالمخاطرة بالمقارنة مع تكوينها السابق اللي كان أكثر من 50% يكون فيه سندات هلأ عم نشوفه 40% بالنسبة للسندات بالتالي من المتوقع أن يكون فيه عندنا ضغط بالاتجاه الهابط أكثر على السندات الأمريكية تحديداً رائد الخضر شكراً جزيلاً لك شكراً